السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم ألف عافظمتم بخير دائما كفاكم الله شرى الأمراض الموضوع اليوم بدي أحكي عنه عن مضوع مشافي إسطنبول الآن بناء على تجربتي بدي أحكي عن المشافي الخاصة والمشافي الحكومية لأني أنا زرت من الجهتين وشفت التكاليف على الطرفين كيف بتكون وبناء علي حاب أزودكم بهذه المعلومات اللي أمامكم أحد المستشفيات الحكومية الموجودة بتركيا واللي بحكيكم المشافي الحكومية للأجانب هي مجانية فخاطئ مية بالمية يعني لو أحكينا مثلا إخوتنا السوريين بتعالجوا بالمشافي الحكومية ممكن وأكيد يعني بتعالجوا بالأجرى المجانية أما إحنا كأجانب فعلاجنا بيكون مدفع الأجر هلا إخوتنا السوريين ليش بتعالجوا مجانا لأنه أصلا جايين من حالة حرب وتحت الحماية في تركيا أيضا هذا المشفى اللي أمامكم محمد عاكف أرسوي اسمه أيضا يعتبر مشفى حكومي وهو مشفى للدمار خلينا نحكي والأوعية الدموية دمار يعني الشريين والأوعية الدموية والقلب مأجور أيضا بالنسبة للأجانب يعني بيدفعوا أجرى لا سمح الله في حالة إنه الإنسان دخل حالة عاجل يعني مثل 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 ما صار أنا معي دخلت حالة عاجل وكان شفائي أو علاجي على صحاب التأمين اللي هم اللي عاملين الحادث معي هم اللي بتكفلوا بالتكاليف بالمصاريف وخصوصي زي ما حكيت لكم مرة بفيديو إنه بسبب وجود بفضل الله تعالى الكيملك أو البطاقة السياحية مهمة جدا حتى إنه تحمي حقوقك كمواطن أجنبي لأنه بدون كيملك طبعا ما حدا بتعرف وما بيعالجونا أبدا على حسابهم يعني لازم تكون الأجرة وقتها العوضة على الله بتكون علينا هلا هذا المشفى اللي أمامكم أيضا اسمه شام ساكورا هذا المشفى بين تركيا شراكة بين تركيا واليابان أيضا هو حكومي مدعوم من الحكومة ولكن تجهيزاته الطبية المعدات الطبية الأجلسة الطبية جميعها كأنه مستشفى خاص يعني فخم بكل ما تحمل الكلمة من معنى يعني بس العلاج بالنسبة للأجانب يعتبر علاج سياحي وخصوصي يعني حتى الأجانب الموجودين بتوفيهم مع الإقامة سياحية علاجهم بسعر أجنبي حطوه ببالكم يعني بدفعوا للمعاينة بدفعوا كشفية بدفعوا العلاجات التحاليل كلها جميعها بتكون على حساب المواطن الأجنبي حتى لو كان معها بطاقة سياحية حتى لو كان معها إقامة عقارية يعني لأش ما تكون الإقامة نوعها يعتبر علاج سياحي يعني باختصار العلاج العاجل فقط هو اللي بكون مجانا أما فيما بعض التحاليل ومعاينة ومأخذ موعد معي الدكتور كل هاي كلياتها مأجورة ولازم دفع أجرتها حتى لو كان معنا التأمين التأمين اللي إحنا منعمله عادة مع البطاقة السياحية طبعا اللي بكونوا موجودين في تركيا عارفين هذا الحكي إنه لازم يعمل إقامة سياحية إجبالي لازم يكون معا إيش يكون معا تأمين الآن التأمين اللي إحنا منسويه عادة مع البطاقة السياحية يعني صراحة هذا بيكون شكلي ما بنستفيد منه يعني أول واحد المعظم ما بيستفيد منه لي لأنه حتى لو كان بطاقة التأمين أصلا موجودة وقدمناها لشرق المشافي الخاصة أيضا رح يدفعونا المبلغ رح يكون عالي يعني مع بطاقة التأمين المبلغ اللي رح ينقصر علينا إشي بسيط جدا والمبلغ اللي إحنا رح ندفعه رح يكون ضاهد جدا يعني الكشفية لحالها 500 تركي هذا مع وجود كرت التأمين للبطاقة السياحية يعني على الفاضي أنا صراحة بالنسبة لي التأمين اللي كنا نعمل على طريق البطاقة السياحية عن تجربة الشخصية عالفاضي يعني التأمين فقط مجرد شغلة شكلية يعني شكليات لدائرة الهجرة إنه يكون في معانا تأمين فيعني المشافي الحكومية حتى لو كانت مأجورة بالنسبة إلنا فتكون يعني أفضل من المشافي الخاصة لأنها غالية جدا صراحة جدا جدا يعني غالية المشافي في تركيا إن شاء الله ما حدا يحتاج علاج وما حدا يحتاج أدوية وما حدا يحتاج أمراض ما تتعرضوا لأمراض وربنا يحفظ الجميع من كل شر إن شاء الله المعلومات تكون يعني فادتكم من تجربة الشخصية يعطيكم ألف عافية